في رد على تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول إعداد العمالة المصرية التي دخلت الكويت العام الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر رفضه إعلان الوزيرة في شأن عدم دقة الأرقام الصادرة عن الجهاز مؤكدا مصداقية ما نشرته جريدة الراي وصحة الرقم الصادر والخاص بعدد تصاريح العمل نتابع المزيد في التقرير التالي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر في بيان الرسمي رفضه إعلان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في شأن عدم دقة الأرقام الصادرة عن الجهاز في شأن عداد العمالة المصرية التي دخلت الكويت في العام المنصر أعلن الجهاز والذي نشرته صحيفة الراي جاء ليؤكد مصداقية ما نشرته الراي وصحة الرقم الصادر الخاص بعدد تصاريح العمل وهو 230830 تصاريح وهو رقم معبر عن عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين العاملين في الكويت خلال العام الماضي وموثق من الجهات المعنية بالإصدار والتوثيق الجهاز كذلك أوضح أن الأرقام تشمل نوعين من تصاريح العمل أحدهما يصدر للمرة الأولى والثانية تعلق بالتجديد لمن سبق له العمل في الكويت مشيرا إلى أن تصاريح العمل ممنوحة للمرة الأولى بلقت 98794 تصريحا فيما بلقت تصاريح العمل الذي تم تجديدها 132009 تصاريح وهو ما يعني أن نحو 8000 مصريين دخلوا الكويت شهريا خلال عام 2018 وقالت مصادر في الجهاز للرأي أن الأرقام الواردة ضمن التقرير السنوي في شأن تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج خلال العام 2018 هي نشرة موثقة تماما وكانت الإدارة المركزية للأحصاء قد أصدرت بيانا يوم أمس ردا على بيان الأحصاء المصري في الأرقام ورد فيه أن إجمال يذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخدام عمالة مصرية خلال العام 2018 بلغت 62,191 إذن عمل فقط وأنه تم إلقاء 23,883 منها وأن العدد المتبق منها يبلغ 38,308 أذونات عمل فقط للعمل في القطاع الأهلي ترجمة نانسي قنقر